السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا فعل مرتضى منصور عقب تأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك كشف التقارير من داخل نادي الزمالك عن رد فعل المستشار مرتضى منصور عقب تأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك تقارير من داخل الزمالك وتقارير أعلامية من بينها قناة الزمالك أكدت أن المستشار مرتضى منصور يتواجد في النادي بشكل طبيعي ويمارس عمله قناة الزمالك كشفت عن تواجد المستشار مرتضى منصور داخل نادي الزمالك من أجل الحديث مع الأعضاء وتلبية طلباتهم كما أشارت إلى أن المستشار مرتضى منصور تواجد مع عدد من لعب الفريق الأول ومع الجهاز الفني وحروص على دعمهم عقب الفوز على فيوتشار وقبل مباراة الأهلي حيث تعهد لعب الزمالك على استمرار الصحوة الأخيرة والفوز على الأهلي في مباراة القادمة في الدوري ويعود الزمالك للتدريبات اليوم لمواجهة فريق الأهلي يوم الخميس المقبل في المباراة المواجلة من الجولة رقم 31 من مسابقة الدوري المصري